اشتركوا في القناة انترميامي غضب الجماهير عندما ظل على مقاعد البودلاء خلال مباراة أمام منتخب نجوم دور هونغ كونغ في الرابع من شباط فبراير الماضي بسبب الإصابة وعرضت شركة تاتلر آسيا المنظمة إعادة الأموال بنسبة 50% للمشجعين الذين اشتروا التذاكر عبر القنوات الرسمية للمباراة وكانت المحطة الدالية لانترميامي بعد هونغ كونغ هي اليابان حيث لعب مسي ثلاثين دقيقة في مباراة ودية أخرى ضد فيسل كوبي في توكيو مما أثار مجددا غضب المشجعين الصينيين